في 18 يونيو سنة 1953 أعلن اللوى محمد النجيب نهاية النظام الملكي في مصر وقيام الجمهورية برئاستهم مع احتفاظه برئاسة مجلس قيادة الثورة اللي تشكل من مجموعة من ضباطه الجيش المصري تعرفت باسم الضباط الأحرار وهي المجموعة اللي كان رئيسها الفعلي هو جمال عبد النصر وأطاحت بالملك فاروق وخليته يتنازل عن العرش لابنه قبل أعلان الجمهورية بحوالي 11 شهر وفي سبتمبر 1952 أصبح محمد النجيب رئيس للوزراء إضافة لكون وزير للحربية وخرجت خلال الفترة دي مجموعة من القرارات زي إلغاء دستور 23 وتشكيل لجنة لصياغ الدستور الجديد وحل الأحزاب السياسية لكن بعد فترة سيارة من دولي نجيب لرئاسة الجمهورية تم وضعه قيد الإقامة الجمهورية في سنة 1954 وبعدها تم عمل استفتة شعبي لتنصيب جمال عبد النصر كرئيس الجمهورية فهل فعلا ظلم جمال عبد النصر محمد نجيب وخدمة كانوا؟ وإيه حقيقة ادعاءات نجيب على مجلس قيادة الثورة اللي قالها في مذكراته؟ تعالوا نتعرف الأول على خلفية سريعة عن أول رئيس لمصر بعد إعلان الجمهورية وبعدها نعرض الحقيقة كاملة وبالمصادر برستان دول ترجمة نانسي قنقر حسب دائرة المعارف البريطانية تولد محمد نجيب في 20 فبراير 1901 في الخرطوم في السودان وتوفى في 28 أغسطس سنة 84 في القاهرة في مصر وبكده فهو حضر كل الرؤساء اللي جم بعده قبل ثورة 25 يناير كان نجيب الإبن الأكبر فعيلة مكونة من 9 أبناء وعاش في السودان مع والده البكباشي يوسف نجيب لحد ما خلص دراسته السنوية وبعدها رجع مصر ودخل المدرسة الحربية سنة 1917 بعد مرور شهر على تخرجه سفر نجيب للسودان وهناك نضم للكتيبة 17 في الجيش المصري وبعدها تنقل نجيب للحرس الملكي في القاهرة في إبريل 23 وبعدها فرقة المعادي سنة 28 كان محمد نجيب أول ظابط في الجيش المصري يحصل على لصان سبحوء سنة 1927 وبعده دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي سنة 1929 ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص سنة 30 وأصبح ضمن اللجنة اللي أشرفت على تنظيم الجيش المصري في الخرطوم بعد معاهدة 36 وفي سنة 44 تم تعيينه حاكم إقليم السيناء وفي سنة 48 اشترك كمان في أول معركة ليه ققائد لفوج مشاه لما دخلت مصر الحرب ضد إسرائيل وقال زومة لليه أن نجيب عارض التحرك ضد إسرائيل لأنه اعتبر الجيش غير مؤهل للقتال وده حسب كلام صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وتصاب نجيب ثلاث مرات في صحة المعركة وتم الإشادة بيه كبطل بعد الحرب وكانت بداية صلة نجيب بتنظيم الزباط الأحرار من خلال لقاءه مع ساغ عبد الحكيم عمر لما تعين رئيس أركان حرب في اللوى اللي كان بيا رأسه محمد نجيب أثناء حرب فلسطين وبعدها عرفهم جمال عبد الناصر وقابل باقي مجموعة الزباط الأحرار وكان عبد الناصر هو مؤسس التنظيم ولكن ما قامش نجيب بدور حاوي مع الزباط الأحرار إلا بعد حريق قاهرة لما حصل شيء مز مصالح محمد نجيب بشكل شخصي وحصل صدام ما بينه وبين الملك فاروق بسبب قيامه بترقية حسين سري عامر القائد لسلاح الحدود بدل نجيب وبدأ التشاور مع الزباط الأحرار لدعم تغيير الأوضاع في سنة 52 استعد الزباط الأحرار نجيب في الفوز بالانتخابات كرئيس لنادي الزباط في مواجه مع حسين سري عامر اللي بيتعامه الملك فاروق وفي الحقيقة إن مجموعة تنظيم الزباط الأحرار دي كانت مكونة من مجموعة من الزباط الصغار في السن وكان ضروري وجود رضبة أعلى عشان ينالوا التأييد في البداية والاستاذب ده أعلنوا محمد نجيب كقائد للثورة اللي كان بطلع الحقيقي جمال عبد الناصر ومجموعته وكان اللي هو نجيب هو لراحة اسكندرية للمطالبة بتنحي الملك فاروق اللي بعدها سب مصر على متن اليخت الملكي المحروصة وقال جلال عليبة زابط البحرية اللي قاد الباخرة المحروصة لمنفى الملك في إيطاليا في مذكراته لنشرتها جريدة أخبار اليوم إنه نجيب حضر للميناء ومعاه بعد الزباط الثورة لوديع الملك وطالع نجيب للسفينة وقف قدام الملك وأدى التحية العسكرية وطلب منه يسمحوا لإنه ما كانش يعرف إنهم هيعملوا كده فبعدها طلب من الملك إنه يسمح له إنه يبوس إيده وكان نجيب ليه نظرة سياسية متحفزة أكتر من ناصر والعديد من الزباط الأحرار وكان نجيب عايز رجوع سريع للحكومة الدستورية واعترض على الأحكام اللي صدرت من المحكمة الثورية حسب كلامه في مذكراته والحقيقة إن اللي كتبه نجيب بنفسه أكد إنه كان مجرد واجه للثورة ومش صاحب قرار في أي شيء فحسب ما ذكره كان هو ضد خروج يوسف صديق وعبد المنعم أمين من مجلس قابة الثورة وضد قانون الإصلاح الزراعي وكمان ضد تعهين عبد الحكيم عامر قائد للجيش وضد إعلان الجمهورية في التوقيت ده وضد حل جماعة الإخوان المسلمين مع العلم إنه موقع على كل القرارات دي بخط إيده لكن بدأ نجيب يحاول يضغط على مجلس قابة الثورة لتنفيذ ما طلبه فقرر تقديم استقالته للمجلس وأصبح صعيتها جمال عبد الناصر رئيس للوزراء وفضل منصب رياسة فاضي لكن تحت ضغوط جماعات مدنية وعسكرية رجع مجلس قابة الثورة اللي هو نجيب لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورجع جمال لمنصبه القديم كرئيس للمجلس وفق عبد الناصر على بعض طلبات نجيب زي السماح بإحياء الأحزاب السياسية والدعوة الجماعية أساسية للصيغة الدستور لأن الناصر كان مؤيد للديمقراطية بالأساس على عكس أغلب زميله في تنظيم الزباط الأحرار واللي كان عندهم توجهات مختلفة يوم 28 فبراير 54 المظاهرات بقت في كل حتة نظمتها جماعة الإخوان ورحت للأسر عبدين وحمل بعض أصحابها أسلحة نارية ورددوا هتفات عدائية لثورة يوليو وقاموا كمان بتوزيع منصورات لإسقاط الحكم ووصل المتظاهرين لساحة عبدين وكان الغريب أنهم كانوا بيهتفوا باسم محمد نجيب ولما خرج لهم نجيب زادت الهتفات وطلبوا أن يدعمهم ويوقف قرار حل الجماعة والسابق صدوره من مجلس قيادة الثورة وكان سبب الرأي ده أعمال العنف اللي استعرض بيها الإخوان أو التنظيم المصلح للإخوان قوته وحرق عربيات عسكرية في حرم الجامعة في القاهرة يوم 12 يناير اللي كان فيه احتفال بذكرى الشهداء من أبناء الجامعة وكمان عملوا أعمال استفزازية تانية في 54 أثناء الاحتفال بالذكرى الأولى للتوقيع اتفاقية الجلال ووقتها هجمت مجموعة كبيرة من شباب الإخوان نهاية التحرير في جامعة القاهرة وولعوا النار وتسببوا في إصابة 12 طالب وحصلت بعد كده حادثة المنشية اللي تم فيها محاولة اغتيال جمال عبد النصر سنة 54 وابتدت الشبهات تحهم حوالي النجيب وتقال كمان إن كان فيه اتفاق مسبق بين نجيب وجامعة الإخوان عشان يدبروا الحادثة دي ويخلصوا من جمال عبد النصر وفي كتب لعبة الشيطان لروبرت دريفز قال إن أنتوني إيدن رئيس وزراء بريطانيا كان بيجرع عبد النصر بشدة وقرر إيدن التخطيط للانقلاب ضد عبد النصر وكانت القوة جاهزة عشان يستخدمها الإنجليز في كده بعد يأسهم من الجيش هي جماعة الإخوان المسلمين واللي كان فيه ناس متعاطفين معاها جوه مجلس قيادة الثورة وعلى رأسهم اللي محمد نجيب وأكد كمان مدير محطة المخابرات الأمريكية في القاهرة الكلام ده لما قال إن هم عارفوا مع مرور الوقت إن نجيب هم مجرد وجهة لناصر لكن نجيب كانت ليه علاقات كويزة مع الإخوان والمرشد حسن الهضيبي ولكن البريطانيين كانوا بيأملوا في حدوث صراع على السلطة بين ناصر ونجيب يدعموا خلاله نجيب من خلال ضمان دعم الإخوان ليه ويستولوا على السلطة في النهاية كان الإنجليز عندهم أمل إن علاقة عبد الناصر السيئة مع الإخوان هتقدل التحالف بين نجيب وبينهم في موجاته وكان سبب سوق علاقة عبد الناصر بالإخوان إنه كان فاهم إنهم عايزين يستخدموا عشان يحولوا مصر دولة دينية وصولية وفيه ثور مشهورة في بلكونة قصر عبدين بيبان فيها محمد نجيب وجنبه عبد القادر عودة واحد من قادة تنظيم الإخوان اللي قام بمظاهرات عبدين في فبراير 54 وكان عبد القادر عودة هو المسؤول الأول عم تنظيم الإخوان بالكامل بعد اختفاء المرشد حسن الهضيبي قبل وأثناء محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشاية وبسبب الشكوك الكتير اللي حامت حوالي النجيب وعلاقته بالإخوان ومن وراهم الإنجليز تم وضع نجيب بقيد الإقامة الجبرية في 14 نومبر سنة 54 والحقيقة أن أغلب اللي نعرفه عن تفاصيل الأحداث دي واللي بعدها كان من طرف واحد هو محمد نجيب اللي تكلم عنها في مذكراته وأظهر نفسه فيها بمظهر البطل الشهيد اللي اغتاله جمال عبد الناصر وزميله لكن في شواهد كتير بتقول أن دي ما كانتش الحقيقة وأن اللي هو حاول فرض نفسه كقائد حقيقي للثورة في حين أنه ما تعرضش لأي شيء من مخاطرها ولا كان لي حتى الفضل في تأسيس التنظيم من الأساس وعلى عكس اللي قاله ما تمش إساءة معاملته بعد ما سابق منصب الرئاسة وقال كمان محمد نجيب في مذكراته أنه فيلا زينة بالوكيل اللي أقام فيها كانت سيئة وأنه كان بيكره وجوده فيها لكن الحقيقة بتقول أنه صدر قرار جمهوري بالعفو عن أملاك زينة بالوكيل سنة 1960 ومن بينهم الفيلا دي وعرضوا ساعتها على محمد نجيب أنه يتنقل لأصر أمينة غان لكنه رفض وفي النهاية لجأ ورثت زينة بالوكيل للقضاء علشان يتم طرد محمد نجيب وابنه يوسف من الفيلا سنة 83 وقال اللي هو حسن طلعت في حوارلي أنه استغرب من وصف محمد نجيب لفيلا زينة بالوكيل في مذكراته لأن الفيلا كانت مؤسسة بأثاث فخم وقال أنه كان مشرف على إقامة نجيب هناك وأن كل طلباته كانت مجابة بما فيها زادت معاشه وتغيير عربيته وعلى عكس اللي قاله نجيب أنه ما سابش الفيلا أبدا بنلاقي ظاهر في صور واضحة وهو في حفل زفاف بنت أخوه اللي وحسن الشاهد سنة 63 يعني كانت خلال فترة حكم الرئيس عبد الناصر وظهر كمان كتاب بيضم أهم وثائق محمد نجيب لسنة 85 وبينها صفحات من مفاكرته الخاصة بتوضح أنه كان بيتنقل بعربيته ويروح البنك وبيشتري حاجات وبيعالج كلابه عند الدكتور البطري ووضح الباحث عمر صابح أنه فيه تناقضات كتيرة جدا بين الكتب كتب السيرة الزيتية الأربعة اللي كتبهم الرئيس محمد نجيب والحقيقة أنه فيه شبهات دورة حوالي النجيب في العدوان السلاسي وأنه كان جزء من خط هدفها خلع عبد الناصر بعد تقدم القوات المعدات داخل مصر والكلام ده ظهر في جريدة فرنسية شهيرة وتم عرضه في جريدة الأهرام في أحد أعدادها الصادرة سنة 96 وأكد الكلام المؤرخ روبير سولي في كتابه كتابه مصر ولع فرنسي وقال أن المخابرات الفرنسية أوفضت زابط اسمه جاك بيبات بعد تأميم القناة لتفاوض مع محمد نجيب للحلول محل جمال عبد الناصر وتشكيل كمان حكومة جديدة غير معادية للغرب وذكر أن نجيب وافق لكنه اشترط موافقة بريطانيا أولا على تولي الحكم بعد خلع عبد الناصر وفي النهاية رغم محاولة محمد نجيب من خلال كتابة مذكراته تشويه صورة ثورة وجمال عبد الناصر بشكل خاص وانتشار اللي تذكر فيها كتليل قطعي رغم أن كلامه كان من طرف واحد لكن الأدلة الحقيقة كانت ضد محمد نجيب وأثبت كتير منها أن كان مطلبه الأساسي هو السلطة بشهادة كتاب ومؤرخين أجانب ليهم تقولهم وما لهمش كمان أي مصلحة في تأييد عبد الناصر وتم صدور قرار في عهد السادات سنة 71 بإطلاق صرف نجيب نهائيا وإزالة الحراسة عنه وتوفى في 28 أغسطس سنة 84 بعد معاناة من تلايف الكبد لسنوات كتير وتم دفنه في جنازة عسكرية في حضور الرئيس السابق حسني مبار عمنا صلاح جاهين بيقول يأسك وصبرك بين إيديك وانت حر تيأس ما تيأس الحياة راح تمر أنا دقت من دا ومن دا وعجبي لقيت الصبر مر وبرضو اليأس مر إذا عجبك الفيديو وكنت بتشوفنا دلوقتي على اليوتيوب فسابسكرايب ولايك وإذا بتشوفنا على الفيسبوك دلوقتي فلايك وشير تحياتي دينا الغندور ترجمة نانسة ترجمة نانسي قنقر